موسيقى أهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Redemption 2 طبعا في مقطع اليوم رح نستكمل سلسلة إيش رح يصير لو وفي مقطعنا لليوم رح يكون إيش رح يصير لو حاولت تقتل مايكا بيل من بداية اللعبة وأيضا في مقطعنا لليوم رح نشوف بعض اللقطات اللي رح تعجبكم بنسبة مية في المية إذا كنت شخص تكره مايكا بيل هذه اللقطات رح تخليك سعيد جدا قبل ما نبدأ في المقطع أتمنى أنك تشترك في القناة لو ما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان لا يداهمك مايكا بيل ويقروشك يلا نخش في المقطع أولا زي ما تعرفون مايكا حنش رح يخش السجن ورح ينحبس في مدينة الستروبيري طبعا أرثر مورغين يضطر أنه يخرجوا من السجن وفعلا خرجوا زي ما نعرف وهذا كان أكبر غلط ارتكبه أرثر مورغين المهم مايكا بيل بعد ما تطلعوا من السجن ما رح يتوجه مباشرة إلى مخيم العصابة لا رح يسوي له مخيم صغير خاص به ويزبن فيه لحد ما يعني تهدى الأوضاع وتضيع الشرطة وأيضا مايكا بيل قرر أنه ما يرجع لمخيم العصابة إلا بعد ما يجيب مبلغ معين لدتش عشان يراضيه وزي كذا حنا رح نسوي تجاربنا اللهبية على الحنش طيب أول ما تجي لمايكا بيل في مخيمه البيض هذا رح تحصله جالس وبجانبه حصانه ومنتظر آرثر مورغين عموما لما تجي عنده رح يدور حوار بينك وبينه دعونه سمع سوئيان مهي عرثو أعطي أنت مرحبا بك لماذا؟ حبك أن تريد أن تساعدك مرة أولاً؟ لا لديه لأي عمل لتعرفه لك لأي عمل مثل البلغة بالفريرجاب أو كنت تحب في العمل ويجد في جاء؟ أتبع أنك كانت مرحبا كثيرا بجنة من قطعة لا أعرف حتى ما هذا يطبع أعتقد أنك كان مهاراً. ليس أحد ذلك جنة المنزلين تحاول أن تحاول مباشرة على مباشرة على مباشرة. فقط أعلم أنه عندما يتحقق الوضع تنظر مرحباً. 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 أعتقد أنك ستتحقق معي لتعب المباشرة المباشرة لتأكد من هذه المرة في السرابري. أعلم أن أحد أحد الأدريسكال يتحدث عنه عندما كانت هناك. أنت و أنا؟ أعطيه؟ هذا ما قلتني أعطيه، ليس؟ بعدك اولا ايش رح يصير لو رمينا على مايكا بيل الحنش مولتوف او قنابل حارقة وزي ما تشوفون بمجرد ما رمينا القنابل الحارقة على الحنش على طول مايكا هرب من مكانه وركب الحصان واختفى اقول لك فكس برنت لهبي اختفى من الخريطة ومن المكان تماما هاشتاغ جبان طبعا ما ادري هل مايكا بيل عفريتس او انه مخفي ولا ايش بمجرد ما نرمي المولتوف عليه زي ما تشوفون ما يتضرر ولا يتدمج ولا ينحرق ولا حاجة شكل عفريت يا جماعة طيب زي ما تشوفون مايكا بيل بجانبه في مصباح وزي ما نعرف كلنا انه لما تطلق على اي مصباح في العالم رح ينفجر تلقائيا وفعلا حنا يا لهبيين اطلقنا على المصباح وفعلا ايضا انفجر لكن مايكا بيل ما صر له اي حاجة مايكا بيل ما تضرر اطلاقا مايكا بيل قاعد يجري وبامكانه انه يركب الحصان ويهرب زي ما شوفنا اجماعة هذا عفريت رقم اثنين طيب ايش رح يصير لو رمينا على مايكا بيل ديناميت هل رح ينفجر هل رح يتدمر او لا زي ما تشوفون اخذنا ديناميت ورميناه جنب مايكا بيل بالضبط عند رجوله بالضبط وانفجر الديناميت وما صار لمايكا اي حاجة ايضا بدون اي ضرر بدون اي مشاكل يعني يا صاحبي مهما حاولت انك تكتل مايكا في بداية اللعبة ما يمديك مايكا بيل محصن بجميع الطرق وبجميع الوسائل لكن يا اخوي دام انك خاش المقطع تبت شوف مايكا بيل ينجلد ويندعس وينحرق شوف معايا بعض اللقطات اللي رح تعجبك ويعني يا اخي ايش المقاطع الحلوة هذا تقول تعالوا نشوف سويا اشتركوا في القناة 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 أعطيك بعض المساعدة يا مورغن سأقتلتك بيضا اتركك من هنا اتركك بيضاك يا رجل اتركك! اتركك يا ربنك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة